شوية عن الدوري وعودة الدوري واللي بيحصل في الدوري وهسأل خليفة الأول على حاجة مهمة جدا صفقات كثيرة لنادي الزمالك في فاطل النتقات الشتوية وبين مؤيدين جدا لهذه الصفقات وأنها صفقات مهمة والعيبة مهمة جدا وما بين أنه فكرة أنه المجلس ده عمل كمان إنجاز عظيم جدا أنه يعرف يرفع يقف القيد ويجيب لعيبة كمان وفي رأي آخر يقول لك والله بس فين التدائمات اللي في الخلف فين التدائمات اللي في الخط الدفاعي وقال المدرب بالخط الدفاعي اللي موجود دلوقتي بالأسماء اللي موجودة دلوقتي هيقدر يدافع ويعجم بشكل كويس ولا هنبقى الزمالك فيه هجوم كويس جدا بس الدفاع لسه فيه مشاكل اللي كان بيعاني منها كمان قبل التوقف أنا شخصيا كنت ممكن قبل فكرة زي ما كان خشتو الانتقالات كنت مع الدعم النوعي اللي هو مش عدد صفقات كبير ويبقى عدد صفقات محدود بس بلعيبة مميزة لكن اعتقد ان ده اصطدم بحقيقة اللي هو عدم توفر الدولار انت بتتكلم لو انت عايز تجيب ثلاثة اربعة مميزين ففكرة ان الاهلي عنده عدد كبير من اللعيبة اللعيبة المميزة في منتخب مصر موجودة في الاهلي وفي برامز وصعب يسيب لك حد يعني هو برامز بالعافية سيب اللاعب 38 سنة وعاوضوا حياتي فيه ستة شهور مش هيسيب حد تاني فالزمالك علشان كان يعمل تدعيم دوعي كان لازم يدفع بالدولار لو يجيب بقى ثلاثة اجانب كويسين مثلا واضح دي اصطدمت بعدم تقسيط سبورت انجليش بونا بعدم التقسيط فبدأت الزمالك متجهش للتدعيم بالدولار فبدأ كله من السوق المحلي فالزمالك عمل ايه راح جايب عدد صفقات كبير بما ان هي كلها صفقات زي ما نقول ايه لعبة مبشرة متوسط فهو بيزود الاحتمالات عامل احصى كده انا هزود العدد علشان يطلع منهم عدد كويسين وازم يقولوا كده يعني كلهم لعبة مهمة ومميزة وحيلين ما قصودش الاساءة ابدا بس هل ينفع يكمل بالزبط حتى جاي فينهم كتير جايب اعارات حاجة زي كده اه اللي هينفع يكمل معا يعني ممكن لازمالك ما دفعش مبلغ غير فعبدالله السعيد اللي هو كان لعب مضمون المعروف مستوى عبدالله السعيد الباقي كله كده فهو الزمالك ما نجأش لوسع قعدة اللاعبين طيب هل الزمالك فعلا دعم كل حتة في البلعب كانت فيها مشاكل انا اعتقد ان الزمالك كان ينقصه عشان يكمل الموسم اللي انتقالات بتاعه بشكل جيد ان كان يتعاقد مع مهاجم كويس كمان مع سيف الجزيري او احسن كمان مع سيف الجزيري ويتعاقد مع احد صفقات خط الدفاع سواء باك يمين عشان لو استخدمت المسلوسي كمساك طول الموسم او مساك عشان يبقى عندك اختيار ان المسلوسي ينفع كباك يمين لان هو الزمالك ما تيجي اتفكر كده كعدة خط الدفاع لا هو بيتقالي ان المسلوسي يلعب مساك طب مين الباك يمين الاساسي عمر جابر طب مين بدلعب شاف يقولك عمر جابر طب ما هو كده يعني اللي بتش حيبق بروحين فهو الزمالك لا كان نقصه احد الصفقات الدفاعية وكان لو عايز يقوي هجوميا علشان خاطر انا بشوفش ان الزمالك عنده مهاجم معقول شوية غير سيف الجزيري فكان محتاج حد مع سيف الجزيري ولكن احيانا في اثناء الموسم بيحصل التوفيب وعدم التوفيب اللي لعبة عندك تبقى فورمة كويسة حاجات زي كده وعشان ندي كل واحد حقه بصراحة زي ما انت قلت في البداية وقررتاني ان مجلس دارة الزمالك بيشتغل في مساحة ضيئة جدا في وقت ضيئة يعني على فكرة انا قلت الكنده قبل كده مفيش فرقة في العالم بتجيب عدد الصفقات دي في فصل الانتقاط الشتوية عشان مفيش انده اصلا بتسيب لعبتها الا نادرا في فصل الانتقاط الشتوية يعني انت ممكن تجيب واحد اتنين في يناير فتقول ان زي ما انك ضم العباء كمان من المنتخب الولومبي وكذا فدي حاجة كويسة انا متأكد انا متفق معاك انا قولك عشان تتكلم بقى في فريق ينفس على الدوري ينفس الاهلي وبرامز على الدوري فكان انا زي ما بقولك كنت شايف ان مركز راس الحرب كان ينقص التدعيم ومركز الدفاع كان تتقص طيب